أو الولد أو الجاه أو المنصف بل كثير من النفوس إلى المزيد مشرفة ومن العوز والفقر متخوفة فلا تشبع من مراد ولا تتفكر في معاد ويبير ظالبها تهيب في كل وعد ولا تكنع بقليل ولا تشبع من كثير فلا أصحاب الملايين قنعوا بملايينهم ولا الملاك وأهل العقارات والثروات اختفوا بما عندهم بل لسان حالهم يردد دائما هل من مزيد فمتى يشبعهم آدم بارد الله لولهم فيما رزقنا وقنعنا بما آتانا وأستغفر الله وأتوب إليه متابا فاستغفروه وتوب إليه إنه كان ثوابا الحمد لله رب العالمين وأشد أن لا إله إلا الله وعنه لا شريك له وأشد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوشيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقع ومن توكل عليه كفاء إخوة الإيمان لقد علم كل عاقل أن الإنسان لا يشمع من الدنيا ولو إيزت له بحظافرها حتى يموت وإنه لا يموت دون أن تتحقق أماليه وأماله عن عناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واليان من مال لابتقى واليان ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى الترى ويتوب الله على من تعب حواه البخاري ومسلم فما جلتها السلامة لنفسي والنجاة يوم القيامة فليأخذ من الدنيا ما يكفي وليقنع بما رزقه الله تعالى مما بين يديه فإن غنى النفس هو الغنى الحقيقي وليس بما أوتي منهه في الدنيا ففي الصفحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى الكفرة العار ولا يمنى الغنى في النفس ولينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ليعرف نعمة الله عليه ولا يحتقرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجل أن لا تصدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأما في الدين فإن نفس من ينافسه فيه فإنه صباب محمود في الميدان وسير إلى الجنان ومسارعة يحبها الله ويضاها في كل آل وفي ذلك فيتنافس المتنافسون ولنظر العبد إلى ما عنده من نعم لا تعب ولا تبسى ولنقارن هذه حال تفين من خلق الله يجد فضل الله عليه كبيرا نعم من فوقه ونعم من تحته إيمان وأمان وأمر في الأوقان وأموال أولاد وآلات وألوات وخدم وأشم ألا يدعونا ذلك للشكر والخناعة عن بير الله بالمئسن للخفم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آبنا في سربه أي في نفسه أو قومه معافا في جسده عنده وقوط يومه فكأن ما إيزته له الدنيا رواه الترمذي فكم منا من يعيش عيشة الملوك ويأخذ حياة الأمراء وهو لا يدني قال عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما وقد سأله رجل ألسنا من فقراء المهاجرين ألك إمرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تذكره قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإنني خادماء قال فأنت من الملوك رواه مسلم إخوة الإسلام والإيمان وليعلم العبد أيضا أن الله يحاسبه على ماله من أين وإلى أين فحلاله حساب وحرامه عذاب ولكنه لا يلام على قدر الحاجة والكفاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفا فرواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ومن جعل الدنيا همه أتعب نفسه وأضنا غيره وأسخط ربه ومن جعل الآخرة همه أراه نفسه وغيره وأرضى ربه أن أنسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غينه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له رواه ترمذيه هي القناعة فالزمها تعيش ملكا لو لو يقل منك إلا راعة البلد وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها من غير القتل والكفل إذن يأخذ سلام إذن هم قل خطوبة أغسى لن يرسينه وكاسينه القناعة القناعة من تكلا هم وسائع الضرم كنغو يوك إذنه سرعان و تعالى عن الضرم الضرم السابه إذنه سيده وكلاه لنه الضرم القناعة كلاه سيته وكلاه Motoزم لنه مهorf الضرم القناعة الضرم الأكب الضرم الأكبة سيته وكلاه الضرم الأكبة الضرم الأكبة الضرم الأكبة الضرم الأكبة من جأن السلبية الضرم الأكبة يrèsbet النبو eco اشتركوا في القناة 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 لكي يتحرك النابي النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر